اكدت سعادة السيدة امنة بن تحمد لرميح وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الاسكانية المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الاراضي الذي اطلقته وزارة الاسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع القطاع الخاصة واضحت الوزيرة ان هذه الشراكة تأتي بهدف توفير خيارات وحلول اسكانية مبتكرة تكفل سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قامت بها وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني الى ضاحية الرملي حيث اطلعت خلالها على مشاريع برنامج حقوق تطوير الاراضي الحكومية والمواقع المخصصة لها والبالغ عددها 16 موقعا رئيسيا بالضاحية التي توفر 3000 شقة سكنية وقد تم تجهيز تصاميم 300 شقة سكنية لتكون جاهزة للتنفيذ الفوري ضمن المشروع واشرت ترميح خلال الزيارة الى اهمية توفير جميع الخدمات في المشاريع القائمة بضاحية الرملي والتي تسير بوتيرة متسارعة ووفق الجدول الزمني المعد لبرنامج حقوق تطوير الاراضي الحكومية حيث ساهمت الهيئة بتجهيز عدد من المواقع المناسبة لهذا الغرض ونوه الترميح في ختام الجولة التفقدية الى ان مشروع ضاحية الرملي يعد احد المشاريع الاسكنية المتكاملة حيث يوفر 4261 وحدة سكنية مؤكدة على ان الوزارة ستواصل مسيرتها الاسكنية الناجحة من خلال العمل على تنفيذ مراحل جديدة من المشاريع ودعم مبادرات تنويع الخيارات الاسكنية امام المواطنين ترجمة نانسي قنقر